نخش بقى على اللي حصل اليومين اللي فاتوا سمعين سريخ طول الاسبوع اللي فات وضغوط على الحكام تخيلوا قناة كاملة في كل برامجها بدون استثناء ضغط وهجوم وتقطيع في الحكام ليه بقى؟ عشان المجاملات آه عايزين يتجاملوا أيوة بيشحاتهم خلفات بيشحاتهم خلفات بجد فعلة وضغوط وتهزيل الحكام علانية وغلط بقى الفص ضد الحكام يعاقب عليها القانون وواحد يقول لك ايه دا كلاتن بيرك كذب اللي هو جاي يطور المنظومة وليقول لك اصلي فيه مافيا بتدير التحكيم وبعدين يعضي التاريخ على الفار واللي مسؤولين عن الفار يقول لك دا احنا الفار وتغوط على الحكام بأي طريقة بأي طريقة علشان يجيب نتيجة تعارفين نتيجة مين وانا خايف انها ممكن تجيب نتيجة انا خايف انها ممكن تجيب نتيجة يعني نتكلم مثلا بحاجة بسيطة حصلت ماتش مبارة للمنافس مجملة هقول المنافس فيه لعيب مثل كعاداته داخل منطقة الجزاء علشان ياخد ضربة جزاء او ركلة جزاء والمفروض ان هو ياخد انذار ياخد كارت اصفر بداعي التمثيل ولكن الحكم تغادى عن ده تغادى عن ده ليه تغادى ليه نعايز اعرف هو اللعيب دا عنده انذارين والماتش الجاي قدام النادي الاهلي فلو خاد الانذار التالت ممكن يغيب يغيب عن ماتش الاهلي اللي جاي ولا ايه بالزبط وكمان عامل حسابه ان هو برضو لو يداله انذار حيتم تقطيعه زي الفول واكتر في القناة زي ما بيتم مع جميع الحكام يا حكام مصر يا حكام مصر احنا كاهلوية وانتو عارفين فيه قرارات كتير جدا 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 ضدنا بلأ سنتين ثلاثة سواء رقلات جزاء فولات اهداف ملغية وده ده ظلم لينا ظلم لينا لكن احنا انا بتكلم الحكام يا ريت ما تنسقوش وراء هذه الضغوط عشان ترضي المنافس او خوفا من المنافس على حساب بقية الاندية ومنهم النادي الاهلي انت كحكم ركز وحكم باللي انت شايفه باللي انت شايفه